بسم الله الرحمن الرحيم أبحث عن نور الله عز وجل وأنا أتنقل بين الطرق الصوفية من حين الآخر لكي أبحث عن نور الباري سبحانه وتعالى فعندما دخلت على الإنترنت وجدت صفحة على تيوتيوب تسمى بالطريقة الكركرية فوجدت منها شهادات من مريديها أنهم يرون نور الله عز وجل فأردت أن أخوض هذه التجربة بنفسي فلما قرأت بردها وأخذت البيعة رأيت نور المولى سبحانه وتعالى رأيته عن طريق من بعد ما أخذت البيعة رأيت نور الباري سبحانه وتعالى عن طريق سيدي محمد فوزي الكركري الحسيب النسيب الشريف العلوي الكطب النوراني والهيكل الصمضاني سيدي ومولاي محمد فوزي الكركري إذا كنت تريد رفاعية زمانك فهذا هو وإن كنت تريد بدوية زمانك فهذا هو سيد الشيخ وإن كنت تريد شاذلية ونقشبندية ودسوقية وجيلانية زمانك فهذا هو سيدي محمد فوزي الكركري رأيته في رؤية أن سيدي أحمد البدوي ألقى علي كتابا وفي أوله ورد لسيدي محمد فوزي الكركري فهو العبد النوراني الذي إذا مشى تحت ظله اجتاح العبد الظلمات وكان في بحر من نور يتمثل في قول الحق سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح فسيدي محمد فوزي الكركري مثل آيات النور في المريد فعندما يأخذ المريد البيعة يستلم النور كان المشيخ في عهد قديم كان المريدون يقعدون معهم بالسنين لكي يصلوا إلى نقطة من نور الباري سبحانه وتعالى ولكن سيد الشيخ أكرمه الله عز وجل بأنه ختم الزمان وبأنه ختم أهل العرفان وولي هذا الزمان وغوث هذا الزمان وقطب هذا الزمان المعيد من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في كنفه وخذوا بيعته ترى نور الله عز وجل فهو شيخ جليل عظيم القدر والشأن اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم إني قد بيعته سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري مبايعة تامة مبايعة تامة بأنه سيدي وهو طريقي إلى الله عز وجل وهو الغوث غوث لهذا الزمن اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم افني رسمنا في رسمه واسمنا في اسمه اللهم اجعلنا شعرة في صدره اللهم اجعلنا تحت نظره اللهم اجعلنا تحت نظره لقول الحق صلى الله الحال لقول الحق سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم فانظروا الى هذا الولي الصالح سيدي محمد فوز الكركري لتقتبس من نوره نور جده صلى الله عليه وسلم والله على ما اقوله شهيد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين